شهرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كيف ننظر إلى هذه الحياة التي نعيش فيها الإجابة على هذا السؤال مهمة جدا لأن نوعية النظرة إلى هذه الحياة يتبعها نوعية العمل ونوعية السلوك هناك ثلاث نظرات وكل واحد مننا يمكن أن تكون له إحدى هذه النظرات النظرة الأولى هي النظرة المتشائمة في هذه النظرة الفرد ينظر إلى الجوانب السلبية من الحياة الفاقر المرض الفاقح الخلافات العائلية والخلافات والخلافات الاجتماعية فواحد يركز النظر على هذه الجوانب من الحياة وإذا نظر إلى الجوانب الإيجابية ينظر إليها بنظرة سلبية هذه هي النظرة المتشائمة وكل واحد مننا يمكن أحيانا بالذات في أحيان الشدّة يُبتلى بهذه النظرة أكو هناك واحد من الشعراء معروف هذا الشاعر كانت له نظرة متشائمة إلى الحياة وهذا الشاعر هو الشاعر المعروف أبو العلاء المعري معروف هذا كاتبين في أحواله أنه أوصى أن يكتب على شاهد قبره إحنا ماذا نريد أن يكتب على شاهد قبرنا لاحظوا حتى بعد الموت لاحظوا هذه النظرة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه أوصى أن يدفن عند الإمام صلوات الله عليه ويكتب على شاهد قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني أنا مدافع عن هؤلاء محامي عن هؤلاء هذا الشاعر أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت هذا جناه أبي علي أبوي هو الذي ورطني من الذي جاء بي إلى هذه الحياة أبي من الذي أوقعني في هذه المشاكل أبي هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد لأنه أبو العلاء ما تزوج إلى أن مات أبو العلاء يعتبر أن هذه الحياة جناه أبي جناه أبي إعطاء الحياة لشخص هذه جناه أبي هذه نظرة متشائلة النظرة الثانية طبعا هذه النظرة خطيرة جدا لأنها تؤدي إلى الشعور باليأس والإحباط الآن أكو مرض منتشر في الدنيا مرض الكآبة سابقا هذا المرض ما كان أو كان في حدود قليلة الناس عندما كنت تراهم كانوا منطلقين منشرحين قلوبهم عامرة حيوية عدهم نشاط عدهم أما الآن إحدى الأمراض المهمة في الدنيا مرض الكآبة القلوب ميتة الوجوح مكفهرة ليش لهذه النظرة المتشائمة وأحيانا تجدون أن هذه النظرة تؤدي بالفرد إلى الانتحار بعد يفقد أمله بالحياة نهائية يقول أفضل شيء أن أرتاح يروح ينتحر طبعا الحمد لله عندنا نحن المؤمنين قليل هذا الشيء أو ماكوه شايفين واحد مؤمن ينتحر أنا لا أرى أما في بلاد الغرب الغرب الانتحار حدث عنه ولا حرج الشاب ينتحر الشيوخ ينتحرون الطاعنون في العمر ينتحرون هذا من آثار هذه النظرة المتشائمة إلى الحياة النوع الثاني النظرة اللهية حياة لهو إنما الحياة الدنيا لهو ولعب بعض الشباب عندهم هذه النظرة فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات يعتبرون أن الحياة أكل وشروب ونوم ولعب كرة قدم ومباريات هذه الحياة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كلمة في ثالث القوم أنا ما أظن أكو كلمة ممضة في الزم أشد من هذه الكلمة يقول حوله أن ذلك الرجل بين نسيله ومعتلف أكو ذم أكثر من هذا الذان الحياة أكلون شربون نومون وانتهت الحياة هاي النظرة اللي بعض الشباب عندهم هاي النظرة خطيرة أيضا ليش لأنها تنعكس على واقع الحياة تخلفا وتأخرا وعلى واقع النفس شعورا بالضعة واتفاها هذا الشاب لكل فكر الملاهي الله واللعب هذا يشعر بالضع يشعر بأنه وضيع ما إلى دور في الحياة ما إلى أثر في الحياة الشاب يجب أن يكون له أثر في الحياة أثر وجود عندما يقضي عمره بالله واللعب والأفلام الهابطة يلتذ لذة آنية ولكن بعد ذلك يعقبه شعور باتفاه يشعر أنه تافح وما إلى أثر هذه هي النظرة الثانية النظرة الأولى هي النظرة المتشائمة النظرة الثانية هي النظرة اللاهية النظرة الثالثة هي التي يشير إليها سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغ نهج البلاغ إحدى الكتب المظلومة كثير مننا ظلم نهج البلاغ نهج البلاغ نهج الحياة نهج التقدم واحد من الغربيين الكبار كان قايل أن المسلمين إذا عملوا بنهج البلاغ لأصبحوا سادة العالم إحنا الآن سادة العالم لو إحنا في آخر القافلة نحن الذين نقرر أو الكفار هم الذين يقررون القرار بيد من كان قايل هذا إذا المسلمين كانوا يعملون بنهج البلاغ لأصبحوا سادة العالم إحنا يجب أن نهتم أكثر بنهج البلاغ نعود إلى نهج البلاغ شبابنا يجب أن يحفظوا نهج البلاغ نهج البلاغ نور كما أن القرآن الكريم نور القرآن يجب أن يحفظ نهج البلاغ يجب أن يحفظ على كل حال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغ يشير إلى هذه النظرة الثالثة وهي النظرة الهادفة إلى الحياة في الحكم باب المختار من حكمه الحكمة رقم 131 سمع أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجلا يذم الدنيا هذه النظرة الأولى المتشائمة بمشكلاتها بضعفها بشيخوختها بفقرها هذه ظاهرة عامة ظاهرة ذم الدنيا تجدونها عند الشعراء عند الأدباء عند الكتاب عند الشيوخ بعض الشيوخ طبعا عندما يطعنون في العمر وتتراكم عليهم الآفات الذين يخسرون في صفقة تجارية يضم الدنيا الإمام صلوات الله عليه قال له أيها الذام للدنيا الخطبة طويلة الكلمة طويلة أنا أقتصر منها على مقاطع لاحظوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه كيف يصف الدنيا إن الدنيا دار صدق لمن صدقها وفي بعض النسخ لمن صدقها الدنيا تحكي ويانا الدنيا تكشف لنا عن حقيقتها هل نصدقها أم لا إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها فهم عنها فهم عنها يعني الدنيا تفهمنا واقعها حقيقتها دار عافية إذا واحد فهم الدنيا كما أفهمته الدنيا فهل هي دار بلاء أو دار عافية أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنا ودار غنا لمن تزود منها في هذه الدنيا نؤمن آخرتنا نعمر آخرتنا كل ذكر نقوله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله كل واحد منها شجرة في الجنة تتعمرون تغنون أنفسكم ودار غنا لمن تزود منها ودار موعظة لمن اتعظى بها كل شيء في هذه الدنيا يعظنا كل شيء الفاقر يعظ الغنى يعظ المرض يعظنا العافية تعظنا كل شيء في هذه الدنيا يعظنا ودار موعظة لمن اتعظى بها ما أحلى هذه الكلمة مسجد أحباء الله هذه الدنيا محل سجود للذين يرتبطون بالله يحبون الله أكو تعريف أحلى من هذا التعريف مسجد أحباء الله إذا سألوكم ما هو تعريف الدنيا هذه أفضل كلمة مسجد أحباء الله مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله الملائكة يصلون في هذه الدنيا كم ألف عام يصلون لعله الركعة الواحدة أو الركعتان من الملائكة طول ألوف الأعوام مصلى ملائكة الله ومحبط وحي الله وحي الله لأنبيائه وين محل هذه الدنيا ومتجر أولياء الله محل التجارة أولياء الله يتاجرون في هذه الدنيا اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة هذه من أجمل التعريفات لهذه الدنيا فمن ذا يضمها من يضم الدنيا الدنيا لم تخدعنا الدنيا تبين واقعها فمن ذا يضمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها الدنيا تنادي أنا مرحلة موقعة الدنيا لا تخدع الدنيا صريحة وواضحة تكشف واقعها يقولون واحد في يوم من الأيام جاءه ملك الموت احنا في يوم من الأيام يجينا في خلوة في جلوة مرة في البيت وحدك فد مرة شوف ملك الموت أمامه جاءه ملك الموت قال لماذا جئت قال جئتك قابضا قال لماذا لم تنذرني من قبل قال ليش أنا عشرات المرات أنذرتك حذرتك قال وين لعل مضمون الرواية هكذا قال لم يمت فلان من أقربائك هذا الإنذار الأول ما مات فلان من أحبائك هذا الإنذار الثاني هذا الشاب اللي كان في عنفوان شبابه دخل في المستشفى ليلا وفي البكور جاء نعيه ما كو الدنيا ما بيها شيخ شاب رجل امرأة هذا الإنذار الأول هذا الإنذار الثاني هذا الإنذار الثالث هاي كلها انذارات إلنا إحنا لنظن أن الموت حق ولكن للجيران يوم من الأيام من ننتهي حتى أحفادنا اسمنا ما يتذكروا الآن تذكرون انتوا اسم جدكم العاشر من هو جدكم العاشر تذكرون لا حتى اسم ما يبقى ينتهي إحنا من ننتهي الشعرة البيضاء الأولى في لحيتك هذا الإنذار الأول الشعرة البيضاء الثانية هذا الإنذار الثاني هاي الإنذارات داتت والة هاي علامة الرحيل كل شعرة بيضاء علامة الرحيل هاي العلامات داتت كاثة الدنيا تصدق تقول أنا مو دار بقاء أنا وسيلة للآخرة أنا مرحلة موقتة فمن ذا يضمها وقد آذنت ببينها يعني بفراقها ونادت نداء يعني الصراخ مو تتكلم بصوت خافت تصرخ ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها تقول لا أنا باقي ولا أنتم باقون نعي ما تقرون بالصحف نعي الدنيا تنعى نفسها وتنعانا جميعا هاي جملة لطيفة فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور ما أجملها من كلمة الدنيا فيها بلاء هذا البلاء الدنيوي يمثل لك البلاء الأخراوي عندما تأخذون الشخاطة عود الكبريت تشعلون أحيانا واحد يغفل وإذا بأطراف هذه النار تأخذ شوية من إيده إلى مدة إيده توجع هذا اللي ما يتحمل نار أطراف عود الكبريت يتحمل نار جهنم نار جهنم مو مكان كبير هناك بعض الأحاديث في بعض الأحاديث إن منزل الأفراد في جهنم مثل البسمار في الحائط هذا الشكل ما هو البسمار يذهب في الحائط؟ الآن مجال للحركة مائلة منزل الأفراد في جهنم نعوذ بالله فمثلت لهم ببلائها البلاء يعني البلاء الأخراوي وشوقتهم بسرورها إلى السرور لذات أكو في هذه الحياة تلتز ولكن في نفس الوقت اعلم إن هناك لذة عظمى لا تقاس بها هذه اللذة كنا في الطريق إلى مشهد قبل فترة طويلة فكانت هناك مناظر جدا لطيفة في الطريق أشجار، أنهار، جبال، عيون فكانوا إيانا واحد من الخطباء الشيبة، الشيوخ فقال كلمة لطيفة قال هذه سجن المؤمن لأن الدنيا سجن المؤمن جنة المؤمن شلونها لذات هذه الدنيا إذا إلها هذا الطعام وهذه النكهة لذات الجنة كيف تكون هذا فد شبح من تلك اللذات العظمى موحف واحد يفوت ذيك الجنة لشهوة عابرة أو لغضب آني موحف حقيقتها فمثلت لهم ببلائها البلاء البلاء الحقيقي وشوقتهم بسرورها إلى السرور الدنيا ما تكذب راحت بعافية بالليل تقعدون ويا تشوفوا في أتم العافية وابتكرت بفجيعة أول الصبح يقولون مات هذه القضية نقلتها لبعض الإخوة قديمة لا بأس أن قلها لكم كنت في الكويت بعد صلاة الظهرين جاءني واحد من المؤمنين في الكويت وقال لي أنا ناذر نذر أو شيء في ذمتي مبلغ متواضع أمكان أيضا قال أنا أريد أن أعطيك هذا لتصرفه في موارده حتى لا يبقى في ذمتي شيء بعد الظهر راح بعدين نقلوا لنا تغدى ونام وكانت تلك النوم النهائية بعد ما قام منها راحت بعافية الرواح يعني العشي بالليل تشوفه ما بي شيء وابتكرت بفجيعة أول الصبح يجون يقولون مات وانتهى ترغيبا ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا فذمها رجال غداة ندامه لعل المراد يوم الندم يذمونها رجال وحمدها آخرون يوم القيام يقول الحمد لله اللي تمكننا أن نجتاز هذه الدنيا بسلام ذكرتهم الدنيا فتذكروا وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فتعظوا احنا أمامنا هذه الأيام المعدودة ايش قد ماضي من عمرنا اللي عمره الآن ثلاثين عام مش قد يعيش تسعين عام يعني ثلث عمره منتهي إذا يعيش تسعين عام ثلث العمر اجيتوا إلى مشهد ثلاثة أيام يوم انقضي بعد يوميا يوميا لم ينقضي احنا عندنا هذه الأيام كل ما نتمكن يجب أن نعمل في هذه الأيام كان هناك ملك من الملوك في يوم من الأيام كان في قصره مع وزراءه وخدمه وإذا به تبلوه ضوضاء جلبه خارج القصر قال شنو القضية أو تطلع عشرف حتى يشوف شنو شاف فقير درويش يريد أن يدخل والحجاب يمنعونه يقول ليش تمنعوني هذا مو خان خان مثل الفنادق الآن قديما خانات هذا مو خان ليش متخلوني فغضب الملك وقال جيبوا هذا الفقير درويش وعندما مثل أمامه قال له ماذا كنت تريد قال كنت أريد أن أدخل هذا المكان شوية أرتاح فترة وأنطلق أروح على شغل قال له ولماذا قلت أنه خان فندق قال هذا القصر لمن كان قال كان لأبي قال وقبل ذلك قال كان لجدي قال وبعدك لمن يكون قال وهل الخان إلا هذا الخان شنو واحد يجي ثم يذهب يجي مكان واحد ثاني هاي الكلمة أثرت في إبراهيم ابن أدهى الملك شاف هذه الدنيا متسوى وفي الليل في ظلام الليل خلع ثيابح ولبس الثياب البالية وفر إلى البرية برية إلى الصحراء وأصبح من العباد المشهورين إبراهيم ابن أدهى وقبره الآن مزار في سوريا يزار على قبر هناك فهذه أيام محدودة معدودة ينبغي علينا ننتهزها لتعمير آخرتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن ينبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي شكراً للمشاهدة